أول الأصداء الرافضة لحديث الرئيس الأمريكي عن سيادة تل أبيب على الجولان جاءت من الجولان نفسه القيادات الشعبية هناك سارعت إلى رد صارم وشددت على أن الجولان لا يمكن أن يكون إسرائيليا بقرار إسرائيلي أو أمريكي الأمم المتحدة جددت موقفها الرافض للاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري وقالت إنه عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي بروكسل أعربت صراحة عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي رفض ويرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل بدوره أعلن عضو لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي أوليج موروزوف أن بلاده لن تعترف أبدا بسيادة إسرائيل على الجولان كذلك اعتبر النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في الدومة فلاده مير جاباروف أن واشنطن غير راضية عن العملية السلمية في سوريا لذلك تعمل على التصعيد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قلن قال إن محاولة الإدارة الأمريكية شرعنة الأنشطة غير المشروعة لإسرائيل المحتلة لأراضي فلسطين في الجولان تعني دعم سياسة الاحتلال وتعميق الصراعات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات انتقد اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل وتسأل عما سيأتي به الغضو من نعدام للاستقرار ونزف للدم في المنطقة أما الأمين العام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت فاعتبر أي اعتراف بسيادة إسرائيلية على الجولان السوري غير ذي حيثية ولا تترتب عليه حقوق وأضاف أن جامعة الدول العربية تقف بالكامل وراء الحق السوري في أرضه المحتلة ولدينا موقف واضح في هذا الشأن